أنا أحد من الناس وكان له كل الاحترام والتقدير ومن ننساش أنه في يوم ما كان في نادي وفق سطيف وحقق معنا الصعود وكانت بالنسبة لنا فرحة كبيرة في ذاك الموسم لأني مناصر قادم وأعرف جيدا ما قاموا به بيرا في ذاك الموسم لكن لما نتكلم على السيد عبد الكريم بيرا في المنصب الحالي لنادي وفق سطيف أنا لحد الآن لم أهضم ما معنى مناجر تقني رياضي على طلقة الإجليزية لا توجد في هذه كرة القدم أنا أنا معاك اللي هنا سامعني سامعني كان النورغانيقرام في الاحتراف كان مناصب عمل كان المدير العام وكان المدير الرياضي وكان المناجر وكان 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 تسميات أخرى في قانون كورة القدم أنا لم منهار اخلقت إلى يومنا هذا وهاو قدامك حتى الوقت لأنا في حالي ينظك ولت العالم ولا قرية ولت العصر أنا قدروا لك نجبدوا تليفون أنا دخلوا لجوجل حط التسمية هذه في جوجل إلي أعطيتك حاجة تعطيك علامة استفاة مقضاء هي ما تفهمها جوجل ما يفهمش ما معنى هذه ما علينا أنا أعي لماذا عيونها بهذه الطريقة أني أعلم جيدا كيفية تسيير شركة أنا أعرف السيدة عبد الكريم بيرا من موسم ستة من سبعة وتسعين لما كان في نادي وفاق ستيف وأعرف بتاتر تقدير تقول كل النوادي التي أشرف عليها مناجر تقني رياضي عام أنا ما زي ما فهمتهاش ما كانش متكزيستياش كان المناجر العام كان المناجر رياضي كان مدير الكورة كان المدير الرياضي شيخ أنا كلمة مجل مفتوح مناجر تقني رياضي عام أول مرة أسمعت بها عن شركة سونالك تي سبورتيف نهدرو نقطة بنقطة لغلط ممكن أنتم تصلحوا لي برشكو أنا ثاني ما نقدرش نقولك أنا راني لا عرف كل شي لكن وجهة نظري فقط أول مجال مفتوح أول مرة السيدة عبد الكريم بيرا منهار عرفتوا إلى يومين هذا أول مرة شفتوا في المجال تسيري ذوك إلى نادي بحجم وفاق الصيف وشركة رائدة بحجم سونالغاز راي تقول جيت باش نقدم الإضافة المرجوة مننا لنادي وفاق الصيف حبيت أن يقلبه فارق علامي أنا أظن أنها قلبته فارق هاوي لأنه جابت مسير لا عنده حتى علاقة بنادي وفاق الصيف ما هو منصيف ما لعب سابق في وفاق الصيف لو كان جلعب سابق والله حاجة قل ممكن أن تستعملوا مع العاطفة جابوه أنا في العولمة هشام نحن في زمن العولمة جيب لي كفاءة في الميدان اللي راح نحط فيه السيد هذا ذو كان لو كان جابو مثلا تشير راح تشيره الله سامعني سامعني أنا جايك نقطة بنقطة سينازين وعنده كافة أفد الميدان لو كان جابونا مثلا ما ندلوش يعني بيبلي سيتي مثلا عن تريحيا مثلا كان نلغاشي كامير راح يكون قانع علاش لماذا؟ أقل شيء أنه عن تريحيا بالأمس در تكوين في المجال التسييري ريكورت القادم ودر ديبلوم بتاع ديركتور سبورتيف هذا الإنسان وإلى جاء حتى وإلى بصاج تاعه كان بوزيتيف ولا نيغاتيف في اليوسم نحن نرحبو به في وفاق السطيف لأنه ممكن ما قاش الظروف الملائمة في اتحاد العاصمة يقدر يقاه في وفاق السطيف وينجح لكن ترك جابتنا إنسان مستطيل الأخضر شوف أنا كون جابو بيرا مدرب النادي وفاق السطيف نحترمو لأنه ميدانو عشرين سناء خبراء ما شاء الله ربي وفقو وإن شاء الله نتمنى له كل خير لكن لما جيب لي بيرا كمسير النادي وفاق السطيف الإنسان هذا وين سير ولا جيد مباشرة نتعطي وفاق السطيف ديرك تموي سير فيها سمحني نكمل هو قال لك أنا مبعدش على الميادين من 2017 إلى 2024 قال لك كنت دائما على الميادين قال لك مبعدش فراسي لكن الضابابية اللي خلتني نجبد على من حقه من حقه هناك العديد ياهيش هل الآن هل الآن نحات الضابابية في كرة القدم هل الآن فهمني لعج لعد ناراني في عالم وتمركم في عالم لعد ناراني في بلاد وتمركم في بلاد أنا أظن باللي نفس الشي اللي كان كاين في كرة القدم ما زال وسيبقى إذن إلا انترك جزء من المنظومة اللي فيها الضابابية تقدر تقدم في 2018 و2019 وليوم ولا ما ركش فيها ما تقدمش في 2018 وليوم حتى شارك ناس يسمع جريت قصدوا قال بأن المحيط الحالي لكرة القدم الجزائري هو كمدرب قال لك ميساعدني قال لك ما قدش مثلا كان بالأمس هنا معنا قال لك ما قدش مثلا يجي لي رئيس فريقي ينبوزع لي للمدلعبين خلينا نجيك قال لك ما نقدرش مثلا نشارك في بيع وشيراء لقاءات قال لك ما نقدرش مثلا ندير تحالفات مع صفحات فيسبوكية من أجل إرداء فلان وفلان قال لك لهذا الأمر خلاني كشخصيتي ومبادئي وتحدثنا أيضا هنا في المكالة وإسماء اللقاعة في اسماء جليت قال قال لك لو يعطى لي مليار في اليوم قال لك وهذلك المليار يتعارض مع ببادئي والقيم سأرفض صحيح أنا زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر